بتأكيد هبدأ معك بمنتخبنا الأوليم بالنهاردة شفت المباراة ازاي طبعا 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 المباراة الحقيقة المباراة ما كانتش على المستوى اللي أنا قدت متوقعها الحقيقة يعني احنا كلنا قبل حتى لما القرعة ظهرت قلنا طبعا طبعا احنا المستويات اللي هنقبلها مستويات وتدرج المباراة الحقيقة كان في صالحنا جدا وكان عندنا أمل كبير وعندنا يعني مستنيين شكل فني أفضل من كده والنتيجة طبعا مش صالحنا خالص أو نتيجة كمان مخيبة للأمال فإجماليا المباراة ما كانتش الأداء المتواقة على سواء حتى الحالة الدفاعية الحالة الهجومية بتاعتنا ما كانتش برضو بالشكل المناسب تفسيرك يا كابتناني النهاردة ان احنا ما كناش عارفين نبني الهاجم مش عارفين نطلع بالكورة يعني نطلع بالكورة صحة بس يعني هي الفكرة ان انا شايف كان ممكن نقدي أداء مستوى لعبتنا عندنا لعبة كويسة يعني فرقتنا فرقة كويسة لكن ممكن يكون رهبة لأن ممكن يكون رهبة لكن عندنا ثلاثة فوق السن المفروض عندهم دلوقتي يعني هم خد للأسف خد اتنين بس محمد النني وزيزو هم اللي يتاخدوه بس هم كمان مهوتتو عشرين ساعدة كبيرة كابتن هيني يعني كلهم كبار المفروض يعني حنرجع للمنطق اللعبة كلها مستوىاتها معظم من يلعب في أندية كبيرة زمالك وبيراميدز والأهلي فالموضوع كله كان بالنسبة لي مفاجأة الأداء الشوت الأولاني ودينا فرصة طبعا للفرقة التانية أنها تخش المباراة وخلي بالك بلعبوا كورة كويسة بلعبوا كورة هجومية بشكل كويس فبدأنا نتأخر شوية في ردة الفعل ممكن يكون المدرب النهاردة ميكالي واللعبين تفاجئوا بمستوى الدومينيكان أو الاستعداد ما كانش على يعني الاستعداد للمباراة ما كانش بشكل جيد اصلا الاستعداد للمباراة لازم تكون درست الفرقة كويس قوي ولازم الاستعداد النفس يكون عاي قوي البدايات لازم تكون أفضل من كده لأن انت عندك مباراة أكيد مباراة أصعب إذا كان أوس باكستان ولا أسبانيا فالبداية كان لازم تبقى أقوى من كده الشراسة كان لازم تكون موجودة أكتر من كده الحرص على الفوز في دقايق يمكن آخر الشوت الأولاني كان فيه شوية ضغط لكن كان لازم يستمر الشوت التاني أنا ما شفت دجاه الحقيقي يعني ما شفتش فيه ضغط هجومي مكسف لمدة مثلا خمس ست دقايق نقدر نحرز منه هدف لا الرتم كان هاري شوية الخط الأمامي عندنا لعيبة كويسة جدا فيه فرصة لابراهيم عادل الشوت الأولاني كان لازم يعني كان لازم يبقى تعامل معها أفضل من كده فالأداء الحقيقة كان أداء مش جيد لكن مش نهاية الدنيا يعني برضو الناس ما تفتكرش أن احنا كده يعني هنخرج إنه أداء أسهل منتخب فأداء ما شفتنا وعيب إحنا اللي جاء هنعمل فيه أنا في اعتقاد الشخص الأداء هيكون فيه تصاعد في الأداء شوية مباراة اللي جاء مباراة مباراة صعبة قدام فريق قوي جدا ولكن اعتقاد الشخص إحنا نقدم مباراة جيدة وممكن إن شاء الله النتيجة تبقى في صالحنا والمباراة الأخيرة أمام المنتخب الأسباني مباراة حلوة أنا بحب المباراة الكبيرة يعني بدأنا في 2012 مع البرازيل كانت مباراة حلوة يعني اللعيبة بتفرح ب يعني بيكون فيه كده شغف يحس إن هو عايز المباراة ببيرة أنا اعتقادي لو كانوا لو كنا بدأنا أمام المنتخب الأسباني كان أداءنا على الألك هنيكون أفضل من كده حتى لو النتيجة كانتش جيدة بس هايبقى أداء هايبقى الأداء أفضل من كده فهو الاستعداد النفسي كان مهم جدا إنك تحضر إن البدايات في البطولات الكبيرة بدايات مهمة جدا وإنك لازم تدوس لغة الكورة كده تدوس على الخصم أول ما تنزل الشراسة لازم تكون أكتر من كده الكسافة لجميلة لازم تكون أكبر من كده لازم يكون فيه صلابة دفاعية الفرقة اللي قدامك تحس إن لا فرقة فرقة صعبة في وقت من الأوقات كنا كانوا قريبين الحقيقة من هما يحرزوا هدف التقدم وحد الهدف اللي تلغى فالدوميكان حسوا إن الأمور لا سهلة وبالتالي نحن ند فبالتالي كمان هم لعبوا بأرياحية وجلهم ثقة فكل دو حقيقة الأداء ما كانش على المستوى الوطوب لكن زي ما بقولك يمكن الاستعداد ما كانش جيد استعداد على مستوى النفسي استعداد على المستوى الكني